بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة العلماء يكتشفون سر ظاهرة الموت ويحللون هذا اللغز الذي حيرهم طويلا ولأول مرة يعترفون أن هناك حياة من نوع أعلى بكثير من الحياة التي نعيشها تبدأ لحظة الموت طيب دعوني أتأمل معكم هذه الدراسة التي نشرتها صحيفة ديلي إكسبرس توصلت إلى نتائج تحليل ظاهرة الموت لغز الموت أيها الأحبة حير العلماء لألاف السنين والعلماء الماديون اليوم لا يعترفون بشيء اسمه الروح لا يعترفون بالبعث لا يعترفون باليوم الآخر فكانوا يظنون أن الإنسان في نهاية عمره يخمد يخمد نشاطه تدريجيا قبيل الموت حتى ينتهي سبحان الله الذي حدث العكس تماما أنهم اكتشفوا أن الإنسان قبل الموت بثلاثين ثانية تقريبا يحدث نشاط هائل في الدماغ أعلى من المعتاد حتى طبعا الدراسة أيها الأحبة قامت بها يعني مجموعة من العلماء حيث أجروا هذه الدراسة على الفئران لأن الحقيقة الدراسات الموت على الإنسان صعبة جدا الباحثون في جامعة ميشيغان الأمريكية أحدثوا سكتة قلبية مفاجئة لدى الفئران وأخضعوا دماغهم للمراقبة بأجهزة المسح برانين المغناطيسي طبعا كانت النتائج مذهلة أنهم اكتشفوا أن نشاط الدماغ ارتفع بشكل حاد في آخر ثلاثين ثانية من حياتها طبعا يقول العلماء في مجال علم الأعصاب ووظائف الأعضاء الجزائين هذه الدراسة هي أول دراسة تتناول ما يحدث للحالة العصبية للدماغ ويستنتج العلماء من هذه الدراسة أن الاقتراب من الموت يحدث نشاطا هائلا في الدماغ تلتقطه أجهزة المسح برانين المغناطيسي الوظيفي وبالتالي أيها الأحبة يعني هذه الظاهرة بالنسبة لنا نحن المسلمين هذه الظاهرة أحبة في الله نعلمها جيدا والله تبارك وتعالى قال عن لحظة الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد العجيب أن هناك دراسة ثانية بيّنت أن الفئران لحظة الموت تنشط لديهم منطقة الإبصار تنشط بشدة منطقة الإبصار في الدماغ يحدث فيها نشاط فقالوا لابد أن هذه الكائنات ترى أشياء غريبة جدا لأول مرة تراها وهنا أيها الأحبة العلم يقدم لنا دليلا ماديا ملموسا على أن هناك حياة ووعيا يبدأ منذ لحظة الموت طبعا يقول العلماء أيها الأحبة إن التنبؤ بأننا سنجد بعض علامات النشاط الواعي في الدماغ أثناء السكتة القلبية تأكدنا منه بنسبة 100% وكان مفاجئا بالنسبة لهؤلاء العلماء ولكن المفاجئة لديهم هو النشاط الزائد في منطقة الإبصار لدى الفئران وفي المنطقة التي تعبر عن الوعي يعني هناك معلومات أيها الأحبة نحن نعلم آلية عمل الدماغ كيف يعمل الدماغ الدماغ يعمل بشكل أجزاء كل جزء ينشط أثناء عمل ما هناك مركز للخوف مركز للإبصار مركز للسمع مركز للحب والعاطفة مركز للقيادة والناصية وهكذا وجدوا أن الدماغ يقوم بنشاط واعي وكأن هذا الكائن قبيل الموت يرى أشياء فيتفاعل دماغه مع هذه الأشياء مع العالم أنه قبل حدوث السكتة القلبية لهذه الفئران كان النشاط عاديا لديهم هنا أيها الأحبة يقول الدكتور جورج وهو الأستاذ المساعد في التخدير وجراحة العصاب فوجئنا بمستويات النشاط العالية عند الاقتراب من الموت هذه الإشارات العصبية تجاوزت العديد من الإشارات الكهربائية المعروفة للوعي في الحالة الطبيعية سبحان الله يعني دققوا معي أيها الأحبة منطقة الإبصار تنشط بشدة ماذا يعني ذلك؟ أن هناك تفاعل مع أشياء يراها هذا الكائن لأول مرة شيء غير اعتيادي فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد سبحان الله طبعا يقول هذا البروفيسور إن هذه النتائج تشير إلى أن الدماغ قادر على تنظيم النشاط الكهرباء الجيد خلال مرحلة مبكرة من الموت السريري طبعا ويقول العلماء في نتائج هذه الدراسة إن الدماغ يقوم بهذا النشاط الواعي مما يدل على وجود نوع من أنواع الحياة أو نوع من أنواع الشيء المجهول الذي لا نعلمه حتى الآن ولا يستطيعون لم يستطيعوا التنبؤ به ولكن الأجهزة الكهربائية أو الأجهزة الإلكترونية تقيس هذا النشاط نحن لدينا أيها الأحبة في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يذكر الموت كثيرا في القرآن بل إن الموت أهم من الحياة هل تعلمون لماذا؟ لأن حياتك الحقيقية تبدأ بعد الموت وليس قبلهم الإنسان يكون مثل النائم إذا مات استيقظ أو انتبع فلذلك أيها الأحبة نحن نقول دائما ينبغي أن نتأمل آيات الموت في القرآن بل إن النبي أمرنا قال أكثر من ذكر هادم اللذات وهو الموت والله تبارك وتعالى ذكرنا في كثير من المواضع هو الذي خلق الموت والحياة لم يقل الحياة والموت بل قال الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحان الله مثلا على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس يخاطب اليهود وحتى الكفار والمشركين فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ماذا تدل هذه الآية أيها الأحبة الإنسان الصادق مع الله الذي يرجو لقاء الله لا يخاف من الموت هو يكره الموت كغريزة طبيعية ولا يحب أن يموت طبعا ولكنه يرجو لقاء الله وعندما يأتي أجله يكون أسعد الناس على الإطلاق لأن بعد هذه المرحلة هناك لقاء مهم مع الله سبحانه وتعالى والموت هو فاصل لذلك قال لهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أنت تدعي أيها الملحد أن لك الدار الآخرة أو هذا الكلام لليهود تحديدا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين طيب الموت له سمات أنه يحضر ويأتي لذلك القرآن يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أنظروا أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى يعني يعبر عن الموت كأنه كائن يأتي يأتي يحضر لماذا هذا التعبير ليقول لك إن هذا الموت هو شيء موجود وقادم لا محالة سيلتقي بك في لحظة محددة إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله سبحانه وتعالى يقول أينما تكون يدرككم الموت يدرك معناها الموت كأنه يتحرك ينتظرك حتى تأتي هو يتحرك باتجاهك حتى وأنت في ولو كنتم في بروجة مشيدة ولو جلست مكانك هو سيأتي إليك لذلك ينبغي أن نتخيل أيها الأحبة أن الموت هو عبارة عن شيء قادم ولكن مجهول في أي لحظة من الممكن أن يصادفك هذا الموت فينبغي أن تحذر ينبغي أن تأخذ استعداداتك ينبغي أن تستعد للقاء الله لا تترك الدنيا تشغلك كثيرا عن هذا اللقاء مع الموت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إلى آخره الشاهد حضر يعني حضر يعني جاء وحضر الموت وأنت رأيت هذا الموت هذا هو ما ينبغي على المؤمن أيها الأحبة أن يعني يعني مثال مثال أيها الأحبة يعني وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظ حتى إذا جاء أحدكم الموت ماذا إذن هنا استخدم القرآن مرة كلمة حضر مرة أتى هنا جاء ليقول لك إن هذا الموت كائن يتحرك لا تدري متى يلتقي بك ولكن إذا التقى بك لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون انتهى خلاص حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق طيب آية ثانية الله تبارك وتعالى يقول يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إذن الإنسان بنفس الوقت يساق للموت والموت يأتي ينبغي أن نضع في دماغنا أيها الأحبة أن هذا الموت كائن يتحرك وأنك أنت تتحرك ولكن متى يكون اللقاء هو اللحظة التي حددها الله سبحانه وتعالى لكل إنسان كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت ماذا يقول قال رب ارجعون لماذا قال رب ارجعون لأنه لم يعمل حسابه أن هناك موت منتظاره هذه المشكلة هذا ما نحذر منه أيها الأحبة يعني أنا لا أنتظر أن يأتي الموت وأنا منشغل بهذه الدنيا أنا منشغل بالبناء وجمع الأموال والمشاكل الدنيا وهموم الدنيا ومتاع الدنيا وإلى آخره يعني ينبغي أن أضع أمامي حقيقة يقينية هي الموت وأن هذا الموت يأتي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ولكن جواب القاسي هنا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الحقائق وأن يرحمنا لحظة الموت وأن نكون من الذين قال الله فيهم احفظوا هذه الآية أيها الأحبة ورددوها لأن مصيرنا إلى الله في النتجة من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله